اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مع القانون اثار تعديل قانون للأحوال الشخصية جدلا واسعا في المجتمع العراقي لما يحظى به هذا القانون من اهمية كبيرة لدى المجتمع هل ان هذا التعديل يهمش حقوق المرأة؟ لماذا اثار التعديل في هذا الوقت الحاضر؟ كل هذا وذاك سنناقشه مع ضيفنا الكريم النائب رائد المالكي فكونوا معنا اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى ومعنا نرحب ضيفنا الكريم النائب رائد المالكي فأهلا وسهلا بكم اياكم الله اهلا وسهلا بكم ما هو الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ؟ وهل هناك نص يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية في قانون 188 لسنة 1959؟ نعم حقيقة فيما يتعلق بهذا السؤال هو جدا مهم الهدف اللي دفعنا الى تقديم مقترح التعديل هذا هو في جزء من عنده يتعلق بموقف الدستور العراقي الحالي اللي صدر او استفتي عليه من قبل الشعب العراقي سنة 2005 اذا قارننا احكام الدستور بالقانون الذي وضع سنة 1959 نجد هناك عدم اتفاق وعدم موائمة وان النص القانوني او القانون الحالي 188 سنة 59 لا يلبي متطلبات الحق الدستوري اللي ورد في المادة 41 من الدستور العراقي شون استاذ ما يلبي متطلبات الحق الدستوري فيما ورد في قانون 188 لسنة 1959 اذا رجعنا الى كيفية وضع قانون 188 ومضمون الاحكام اللي جاء بها لا نجدها تتوافق وتتفق مع احكام المادة 41 ماذا تقول مادة 41؟ مادة 41 تقول العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية بحسب مذاهبهم ومعتقداتهم ودياناتهم واختياراتهم وينظم ذلك بقانون اذا رجعنا الى نصوص القانون 188 سنة 59 نجد انه اولا هو مزيج وخليط من احكام جمعت ما بين الوضع وما بين ما يستند الى الشريعة الاسلامية والوضع يتدخلت به ارادة الحكومات العسكرية اللي حكمت بعد عام 58 وايضا قرارات مجلس قيادة الثورة هناك تعديلات كثيرة تقريبا 27 تعديل جرى على القانون نعم اما ما يتعلق بالاسلامي او الشريعة الاسلامية فالقانون وان استند في كثير من احكامه قانون 188 الى اراء فقهية اسلامية لكنها اراء فقهية ليست لمذهب واحد وانما لمذاهب متعددة واحيانا اراء فردية واحيانا اراء لمذاهب غير موجودة في العراق هذا الامور وهذه الحقيقة جعلت احكام قانون 188 خليط من الاحكام اذا اتينا وطابقناها مع المادة 41 من الدستور المادة 41 صريحة في انها تضمن للفرد العراقي ولمواطن العراقي حق وحرية ان يلتزم على وفق مذهبه وعلى وفق ديانته فمثلا لا يمكن انت ان تلزم المواطن العراقي على المذهب الجعفري باحكام نص مادة مثلا استندت الى رأي في المذهب او الفقه الظاهري اللي هو ما الى وجود في العراق او الى رأي مثلا في مذهب اخرى او الى قرارات مجلس قيادة الثورة هذا الامر لم يعد مقبولا وليس مقبولا في نظام ديمقراطي كفل الحرية للمواطن العراقي بان يلتزم على وفق مذهبه او عقيدته مسائل الاحوال الشخصية هي مسائل من اسمها هي احوال شخصية هي لا تتعلق بالنظام العام للدولة وبالتالي ينبغي ان تحترم خصوصية الفرد ومعتقد الفرد في هذا الاطار لهذا السبب كان لابد من صدور قانون يعطي الحرية للمواطن العراقي بان يختار وهذا ما جاء فيه تعديل المقترح التعديل المقترح لم يلغي قانون الاحوال الشخصية الحالي وانما ابقى على القانون لمن يختاره واعطى حرية لمن يريد ان تطبق بشأن احوال الشخصية الاحكام الشريعة الاسلامية يعني قانون 188 لسنة 1959 قانون الاحوال الشخصية النافذ لا يلغى بتعديل هذا القانون هاي نقطة اساسية بريد نعروفها بداية وهذه احنا حريصين ان نوصلها لكل لمسامع جميع مواطنيننا وشعبنا الكريم بانه قانون 188 بموجب مقترح التعديل هذا هو باقي ولو لم يكن هناك ارادة لابقاء ما صدرنا تعديل على القانون نصدر تعديل على القانون معناها معترف بوجود القانون لكن اصدرنا قانون جديد يلغي القانون السابق اذا القانون باقي وساري المفعول على كل العراقيين باستثناء من يريد ويختار ويطلب من القضاء العراقي ان تطبق بشأن احوال الشخصية احكام الشريعة الاسلامية حضرتك ذكرت انه القانون الحالي مؤتمد على ادة مذاهب واضافة هو خليط ما بين الشريعة الاسلامية او احكام الشريعة الاسلامية واحكام وضعية واحكام وضعية نعم تقدر تبين انه منين مرتبط او اين الارتباط ما بين القانون الوضعي واحكام الشريعة الاسلامية نعرف انه قانون الاحوال الشخصية هو مستمد جميعها من احكام الشريعة الاسلامية مع العلم او الاخذ انه ما متقيد بمذهب معين يعني احنا نقول انه ما متقيد بمذهب معين ما اخذ من الفقه الجحفري ما اخذ من الفقه الحنفي ما اخذ من الفقه الظاهري هذا القانون أو القانون بصورة عامة ما هو توحيد للعراق أو التوحيد للوطن هذه ميزة ظاهرية أنا أعتبرها وشكلية في القانون يعني الآن كثير يعتقدون أنه لما يكون أكو قانون واحد معنا ذلك أنه توحيد للشعب العراقي بالعكس يعني إحنا جربنا الأنظمة الشمولية التي حكمت في العراق أيضا أرادت أن تجمع العراق على رأي واحد وعلى آيدلوجية واحدة وعلى فكرة واحدة ولكن ثبت فشل هذا الأمر الذين كانوا مثلا يقفون بوجه الشعائر الحسينية ويمنعونها كانوا أيضا يحتجون بأن احتفاء المسلمين مثلا الشيعة بشعائرهم الحسينية أو احتفاء طائفة أخرى إسلامية أو طائفة دينية أخرى بخصوصياتها الثقافية كانوا يعتقدون أن ذلك يمزق النسيج العراقي ويضرب الوحدة العراقية وتحت هذه الشعارات تم قمع الخصوصيات الثقافية وتم مصادرة الحريات العالم اليوم العالم كله يركز ويؤكد على احترام الخصوصيات الثقافية واحترام حرية الدين واحترام حرية المعتقد إذا إجينا للأحوال الشخصية يستوي عند الفرد العراقي أن تقول له على مذهب معين أن تقول له هذا الحكم وضعي غير مستند لأي رأي شرعي مثلا طينا مثال به في قانون الأحوال الشخصية وين أكو قانون أو وين أكو نص عفوا مستند للقانون الوضعي ومماخذ من الشريعة الإسلامية سأعطيك نصوص يستوي عند الفرد العراقي أن تقول هذا النص حكم وضعي بحث أو تقول أنه مستند إلى رأي فردي أو رأي مذهب معين غير مقبول وغير معتقد به هذا الفرد الآخر يعتبره وضعي بالنسبة له عندما نأتي إلى الأمثلة اليوم إذا نجي مثلا إلى موضوع التفريق القضائي هذا الموضوع الذي هو التفريق الذي يقع بقرار من المحكمة دون مراعاة بعض الشروط التي تطلبها مثلا يتطلبها هذا المذهب أو ذاك المذهب ودون إجراء صيغة الطلاق الزوج لا يتلفظ بالطلاق هذا الحكوم و هذه الإجراء الطلاق يعتبر غير واقع عند بعض المذهب مثلا مذهب الجعفري ما يعترف به يعتبر أن صلة الزوجية مستمرة و قائمة حتى وقع الطلاق بهذه الصيغة وأجرته المحاكم بناء على هذه الشروط مثل هذا الطلاق يولد مشكلة شرعية فالتفريق القضائي لدينا بعض أحكام المواريث لدينا موضوع الحضانة و إجراءاتها و طبعا هذه مشكلة و أكيد حضرتك يمكن أن يكون لديك سؤال جوز عن موضوحها هذه كلها تدفع باتجاه أن نبحث عن صيغة توفر للمواطن العراقي الحق في الإختيار حتى قانون الأحوال الشخصية اللي هو به بس 94 مادة و وضع في وقت استثنائي أنا أعتبره لأن دائما ظروف الانقلابات العسكرية و الثورات هي أوقات استثنائية هل تعلم بأن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتكون من 94 مادة لو قارنناه بأقرب الدول إلى العراق و كل الدول المجاورة اللي هي عربية و إسلامية و تتفق معنا في نفس الثقافة و المذاهب و غيرها نجد أن أقل القوانين لا يتقل مواده من الدول اللي حوالينا عن 300 مادة سؤال هذه المواد الميتين اللي غير موجودة أو الثلاثمية اللي هي تفاصيل غير منظمة هذه القضاء كيف يتعامل معها الآن منين يجيب أحكامها طبعا القضاء من تسألهم يقول لك إحنا عندنا ناص بأن نرجع إلى أحكام الفقه و نختار هذا شنو ولد ولد اجتهادات متعددة ولد آراء مختلفة اليوم تلقى رأي بكرة تلقى رأي اليوم هيئة التمييز محكمة التمييز مستقرة على اجتهاد أو رأي بعد فترة يتغير هذه الأمور كثير منها يجري بعيدا عن ما يعتقد به الفرد بالنسبة لأحواله الشخصية نعم لذا لابد من توفير حرية الاختيار بهذا الشكل نأخذ فاصل و نرجع مرحبا إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل و نواصل أهلاً و سهلاً بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى قبل الفاصل اتحدثنا عن سبب تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 يعني فهمت من خلال حديثك بأن هذا القانون هو قانون غير رصيم باعتباره يحتوي على 94 مادة فقط نعم القانون قاصر عن مواكبة المتطلبات المرحلة الحالية مو فقط بالنسبة لثقافة المجتمع فقط من ناحية التفريق الحضرتك ذكرته قاصر القانون لا لا أنا قلت لك يعني على سبيل المثال نعم 94 مادة معناه أكو قصور عن تغطية أحكام و حالات و مشاكل غير منظمة بموجب القانون نعم وبالتالي مسائل الأحوال الشخصية مسائل هي بطبيعة الحال يعني تطرأ عليها كثير من المستحدثات في الوضع أحيانا في العلاقة كثير من المسائل بالميراث تجي مستحدثات بالمسائل الطلاق تصير ظروف وأحوال يعني موضوع الفقد مثلا غياب الزوج غيره حقا الأحوال الشخصية تقريبا كلها عالجها وبنفس الوقت يقول لك في حالة عدم موجود ناص في قانون الأحوال الشرعية نرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية يعني وعدنا قرارات صادرة يعني من فقهاء ومراجع مستند إلى آراءهم وين الضير إذا هذه الآراء اللي يستندوا لها أن ندونها ما إحنا الآن في عصر التقنين ومن متطلبات النظام القانوني الحالي هو عملية تدوين القوانين فأنا ليش أبقي محكمة التمييز يومية استفتي ويومية تسأل ليش ما أجمع هذه الآراء الفقهية وأحولها إلى أحكام مصاغة بشكل مواد قانونية ووفق متطلبات عملية التقنين تعرف حضرتك أو سامع موضوع مبدأ الأمن القانوني المواطن لازم يعرف أو لابد أن يعلم مسبقا بما له وما عليه فهذه المدونة الشرعية التي ستوضع والتي ستكون رديف إلى جانب قانون الأحوال الشخصية ستنفع حتى من يختار قانون الأحوال الشخصية يعني أفهم من كلام حضرتك أنه في حالة وجود المدونة أو اعتماد المدونة ما راح نرجع إلى محكمة التمييز ما راح يصير عندنا تمييز قرار الأحوال الشخصية الصادرة محكمة العوال الشخصية لا لا مقترح القانون لا يتعرض بأي لا بقليل ولا بكثير ولا بأي جزئية لسلطة القضاء وإجراءات القضاء المحاكم على وضحها وسلطات المحاكم واختصاصاتها على وضحها وإجراءات التقاضي التي هي بما فيها التمييز وغيرها موجودة كل ما هناك أن هناك مادة قانونية تتوافق وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمن يختارها ستكون موجودة وسيحكم بها القضاء أساسا هو واحدة من مزايا هذا التعديل أنه سيخفف عن القضاء كاهل الإجتهادات والرجوع إلى المرجعيات الدينية لأن الحكم الموافق للشريعة الإسلامية سيكون مدون أمام القاضي ما هو تفسير نص المادة 41 من الدستور النافذ المادة 41 حقيقة صريحة وإن كان البعض يحاول أن يجعل منها مادة خلافية ويثير اللبس حولها هي تنص على الآتي العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية بحسب معتقداتهم ديانتهم مذاهبهم اختياراتهم وينظم ذلك بقانون نعم فلم يصدر قانون يعطي هذه الحرية يعني الآن لو إجي عراقي وقال يا بأ أنا الطبقون علي قانون 188 وال188 خلي أتفق معاكم بأنه أحكام جاية من مذاهب متعددة ومن آراء مختلف أنا رجل على المذهب الفلاني هذه الأحكام خليط ما في لمذهبي سوى مثلا 10-20% من الأحكام الموجودة شنه الداعي أن الطبقون علي الـ 80% والدستور يقول العراقيون أحرار فأنا ما محصل على هذه الحرية هذا التفسير الذي ذكرت حضرتك هل هو تفسير المحكمة الاتحادية أم تفسير شخصي من جنابك الكريم؟ المحكمة الاتحادية بغاية الآن لم تتصدى لعملية تفسير المادة 41 من الدستور العراقي خطبت المحكمة الاتحادية بتفسير نص المادة 41 في الحقيقة هذا الموضوع بعدين سيتضح ولكن المحكمة الاتحادية لم تتصدى لهذا الموضوع والنص من الوضوح بحيث نحن لا نحتاج أن نسأل المحكمة الاتحادية مثلا نتسألنا على المستوى الشخصي نعم هاي نقطة الثانية نقطة الثالثة الذين عارضوا ويثيرون اللبس حول تفسير نص المادة هذا هم مو إشكالهم في تفسير المادة وإلا لتوجهوا بالسؤال إلى المحكمة الاتحادية نعم وإنما إشكالهم على مسألة الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية هم عدتهم اعتراض مبدئي على الرجوع إلى الشريعة الإسلامية حضرتك ذكرت أنه الدستور أو النص المادة 41 باعتبار أن المواطنين هم أحرار باختيار أحوالهم الشخصية نعم نحن نأخذ الفكرة الأساسية من الدستور نعم ونقف التفاصيل الدستور يجمع جميع العراقيين نعم ويوحد العراقيين هاي الفكرة الأساسية للدستور صح؟ نعم طيب هنا نحن نقول للناس أحرار في اختيار أحوالهم الشخصية هنا أيضاً ما رح أطل مجال للطواقف الأخرى بوجود محاكم لهم مثلاً عندك الطواقف المسيحية أخواننا المسيحيين أخواننا الصابقة أخواننا المندائيين وأيضاً رح يخلق لنا محاكم أخرى وكثيرة إشكاليات رح حصير عندنا في هذا الموضوع أو من هذا الجانب يعني دكتور ابتداءاً ذكرت أثناء سؤال حضرتك فد مفردة لا بد أن أوضحها نعم لأنه قد يفهم أنه هي موجودة في مقترح القانون ذكرت محاكم محاكم متعددة إلى آخرية مقترح القانون لا ينشئ أي محاكم دينية ولا محاكم شرعية وإنما يرجع في الأمر وفي تطبيق أحكام القانون والمدونة إلى المحاكم الموجودة حالياً محاكم الأحوال الشخصية إذن مقترح القانون ليس فيه إنشاء محاكم جديدة وإنما يعترف بالسلطة القضائية الحالية هذا أولاً فيما يخص بحرية الطوائف والأديان والمذاهب الأخرى في أن يكون لها حرية أيضاً بالالتزام بأحوالها الشخصية على وفق أحكام مذاهبهم ابتداءاً القانون العراقي بالنسبة لطوائف غير الإسلامية يقر لهم بهذا الحق حتى القانون العراقي ليس فقط الدستور لدينا نظام للطوائف يعترف بـ 17 تقريباً طائفة في العراق 14 طائفة منها مسيحية و 3 مسوية و يهود يعني و سابئة و إيزيدية و يعطيهم الحق في الالتزام بأحوالهم على وفق شرائعهم و لكن في هذه الجزئية لم توضع مدونات لهم و إنما المحاكم الآن يجري العمل فيها على مخاطبة رئاسة الطائفة المعنية يزودوهم بالحكم الذي يوافق أحكام دينهم ثم يفرغون هذا الحكم في القرار القضائي و تتبناه المحكمة بقرار قضائي نعم هذا الشيء موجود ولا بأس كذلك إحنا عدنا في مقترح التعديل و الآن يعني عدنا نية و توجه قوي إلى أن مقترح التعديل ستضاف له فقرة أخرى تنص على أن لأتباع الديانات و الطوائف و المذاهب المعترف بها في العراق يعني غير المذهب السني و الشيعي بالنسبة للمسلمين حق تقديم مدونة تخص أحكام أحوالهم الشخصية على وفق ما يعتقدونه إلى مجلس النواب للموافقة عليها طبعا هذا الحق معترف به و دستوريا و سيتم إقراره أيضا بموجب مقترح القانون نعم هل يتعارض هذا التعديل مع الدستور العراقي النافذ و المواثيق الدولي الأخرى حقيقة مع الدستور بالنسبة حضرتك واضح أن نص المادة 41 هو نص خاص في هذا الموضوع وبالتالي حتى مقترح التعديل هو يستند إلى المادة 41 نسمع من أطراف أخرى أن هذا يخل بمبدأ المساواة بين العراقيين على اعتبار أنه مثلا يعطي خصوصية أو في بعض الأحكام الشرعية هناك خصوصية للرجل في العلاقة مع المرأة يعني الزوج مع سوشته هذه في الحقيقة لا تتعارض مع مبدأ المساواة لأن المبادئ الدستورية هي ليس فقط مبدأ المساواة هناك العدل الذي يعني وضع الشيء في موضعه و هناك المساواة هناك وظائف مختلفة للرجل و المرأة و الدستور العراقي فيه المادة 2 التي أيضا تعتبر الإسلام مصدر أساس للتشريع فمجموع المواد أحكام الدستور و أحكام القوانين تفسر في ضوء مجموع مواد الدستور فالمقترح لا يتعارض مع الدستور بل هو تطبيق حرفي للدستور العراقي أما فيما يتعلق بالمواثيق و المعاهدات الدولية و أعلانات الحقوق أيضا نسمع و تلقينا رسائل من بعض المنظمات و الجهات الدولية بأن مقترح التعديل مضمونة ممكن يتعارض مع التزامات العراق الدولية و غيرها وجدنا حقيقة و أجبنا على هذه الإشكالات وجدنا أن هناك يعني سوء فهم و هناك معلومات غير صحيحة وصلت تلك الجهات جعلتهم يعتقدون بوجود هذه المخالفة في الحقيقة لا توجد هذه المخالفة و إذا أردت أن أسمي بالاسم مثلا اتفاقية أو العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية اللي صادرين عام 1960 و برعاية الأمم المتحدة هذين العهدين يكفلان للفرد و للمواطن حرية المعتقد و هذا القانون هو تطبيق لحرية المعتقد هذا أولا النقطة الثانية المواثيق الدولية تحترم التشريعات الداخلية و تعترف بالقيود التي تضح التشريعات الداخلية هذه النقطة الثانية نقطة الثالثة تم الحديث مثلا على اتفاقية سيداو اللي موقع عليها العراق سنة 1986 بأن المقترح فيه تمييز ضد المرأة و العراق ملتزم بعدم التمييز ضد المرأة الحقيقة العراق ملتزم بعدم وجود أي إجراء للتمييز السلبي ضد النساء لكن العراق أيضا متحفظ على بعض نصوص اتفاقية سيداو للسنة 1986 و ليس العراق فقط و إنما معظم الدول العربية و الإسلامية تحفظت على بعض النصوص لأنه على سبيل المثال اتفاقية سيداو تعتبر مثلا في موضوع الميراث أن الرجل مثل حظ الأنثيين تعتبر تمييز ضد المرأة لأنه فيه انتقاص من حظها في الميراث الدول الإسلامية جميعا اعترضت على هذا هذا موجود بالقانون الحالي موجود نعم بالذكر موجود بالضبط نعم مثل حظ الأنثيين موجود حتى في قانون الحالي حوالي الشخصية لأنه في الحقيقة الفكر الغربي و التشريعات الغربية تنظر إلى جزئية و لا تنظر إلى الجزئية الأخرى نعم يعني مثلا هم ينظرون إلى أن في هذا النص تحديدا أو الحكم انتقاص من حق المرأة و حظ المرأة المالي لكن يغفلون عن حقيقة أخرى أن الشريع الإسلامي على سبيل المثال لا توجب على المرأة العمل حتى في المنزل و تعطيها الحق في أن تأخذ أجر على عملها في المنزل و على راعة الطفل و على أمور أخرى هم لا يلتفتون إلى أن الشريع الإسلامي توجب على الرجل الإنفاق على زوجته نعم و تحمله واجب الإنفاق على المأكل و الملبس طبعا هذا موضوع الإنفاق نفد محور أساسي بإن شاء الله و الدواء و غيره في حين هم في تشريعاتهم هناك المرأة تتحمل نفقاتها ما موجودة عليها هذا الشيء إذن الشريع الإسلامي يأخذ بكل أحكامها و ليس بجزء منها من هذه الأحكام لهذا السبب نستطيع أن نقول أنه لا يوجد تعارض مع أحكام والاتفاقيات الدولية ولا مع التزامات العراق بما فيها اتفاقية سيداو لأن العراق تحفظ على بعض بنودها نعم موضوع المدونة مدونة الأحكام الشرعية ما قدمت مع التعديل ما حكم أنه ما قدمتها مع التعديل هذا السؤال مهم طبعا السؤال مهم كثير من الأخوان و طبعا في مقدمتهم السادة النواب زملائنا أنه قالوا نحن نريد نشوف المدونة نطلع على المدونة حتى ننطي أو نعطي موقفنا بشكل نهائي حقيقة دكتور المدونة الأحكام الشرعية نحن توجهنا في كتابتها إلى أن تكون بصيغة قانونية محكمة نعم و من قبل أجهزة الدولة الرسمية و لهذا مقترح التعديل بيّن مسار إعداد المدونة كيف توضع ما هو السقف الزمن الذي وضعها ما هي الجهات التي ستضعها المسار مدونة الأحكام الشرعية وضعها مهمة جدا و إن شاء الله هاي رح نتناقشها بعد الفاصل نعم أعزائي المشاهدين فاصل و نواصل أعزائي المشاهدين أهلا و سهلا بكم مرة أخرى لماذا قدمت المدونة مع التعديل أليس من الأحرى أنه المدونة ترسل خبراء قانونيين أساتذة جامعات قضاة حتى تطلعوننا فكرة أساسية المدونة الأحكام الشرعية نظرتنا إلىها أنا أريد أوضح هذه النقطة حتى يكون واضح للجميع أنه لا توجد نواية سيئة مبيتة أو لا يوجد تهرب من المسؤولية من تحمل المسؤولية في هذا الموضوع لماذا قدمتهم مع التعديل؟ هو السؤال هذا أنه أنت تريد تخلي مدونة كيف تضحى وفق أي آلية من هي الجهة التي تضحى مضمونها كيف يكون كيف نجعل هناك دور لهذه الجهات التي ذكرتها حضرتك مختصين في مجال القانون في مجال الشريعة القضاء الجهات المعنية إحنا من حرصنا على وضع المدونة وفق سياق رسمي أولا يعني مو سياق غير رسمي أنا اليوم دكتور رائد مقدم المقترح من أجيب مدونة هذا السياق حقيقة غير رسمي في وضع المدونة معناه أنا وضعتها مو معناه جهات رسمية مختصة ومناط بيها وضحها أول إشكال وسؤال سيواجهني أنه هاي أنت خليتها منين جبتها؟ شافتها المرجعية لو ما شافتها شافتها نقابة المحامين ولا القضاء شي يقول فلان جه شي يقول أنا أريد أتخلص من هذه الإشكالات عن طريق إشراك كل هذه الجهات في عملية الصناعة المدونة نعم ولهذا إحنا في مقترح التعديل وضعنا مسار لوضع المدونة وحددنا جهات ووضعنا سقف زمني وحددنا إجراءات وهذه الإجراءات وهذه السياقات كلها تعود بالمدونة إلى مجلس النواب للموافقة عليها هذا بعد الموافقة؟ بعد أن نقر هذا التعديل تبدأ عملية وضع المدونة من قبل جهات رسمية اللي هي دواوين الأوقاف المجالس العلمية فيها وراح أوضح ليش خلينا هذه الجهات مع مجلس القضاء الأعلى مع مجلس الدولة العراقي الذي هو الجهة المعنية بصياغة القوانين وتوحيد المبادئ القانونية في الدولة العراقية مع جهات شرعية بالاستعانة بأهل الإختصاص في مجال القانون في مجال القضاء في العلوم الشريعة والفقه كل هذه الجهات ستشترك في عملية وضع المدونة التي ستكون بصيغة قانونية تراعى فيها شروط صناعة النص القانوني شوف المختلفة عملية وضع المدونة مرة أنا أجي إلى جهات دينية شرعية مع احترامي لرأيهم وأقلهم أنطوني مدونة رح يكتبوا ليها باللغة الدينية هذه عرفوها أهل القانون ممكن يشيلون أرقام المسائل الموجودة بالرسائل العملية ويقولون لهذه مادة لكن من أجل الأهل الإختصاص في مجال صناعة النص القانوني والقضاءات وغيرهم رح يقولون لي نحن كمضمون كمحتوى ما عدنا إشكال ولكن صياغة المادة القانونية وصناعتها تتطلب بقالب قانوني يعرفه أهل الحرفة وأهل الفن في هذا المجال لهذا السبب المدونة ستوضع من قبل جهات رسمية ومن قبل مختصين في مجال القانون مجلس القضاء الأعلى هو المعني وهو الذي يعرف بمشاكل الأحوال الشخصية ومجلس الدولة هو الذي يصيغ لنا الآن الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين التي شرحها في مجلس النواب ما دور الأوقاف الأوقاف رئيس مثلا رئيس ديوان الوقف الشيعي دينيا هو يعين بمشورة المرجع الأعلى فعنده ارتباط ديني وإداريا الوقف دواوين الأوقاف مرتبطة بمن؟ بمجلس الوزراء ومجلس الوزراء يعني الحكومة والحكومة حسب المادة ستين من الدستور العراقي هي التي تقدم مشاريع القوانين إلى البرلمان وأعتقد بهذه الإجابة ستجد إجابة للسؤال آخر ربما في ذهن حضرتك أنه هل مجلس النواب العراقي تنازل عن اختصاصة إلى دواوين الأوقاف أو إلى السلطة التنفيذية؟ من جوابي يتضح أنه مجلس النواب لم تنازل لماذا؟ لأن عملية وضع مشاريع القوانين في الدستور العراقي هي تبدأ من السلطة التنفيذية كاقتراح تبدأ من السلطة التنفيذية كمسودة كمسودة واقتراح وكمشروع تبدأ من السلطة التنفيذية وتبدأ من السلطة التنفيذية لماذا؟ لأن الجهات المتخصصة قطاعيا هي في السلطة التنفيذية ليس في البرلمان يعني مع احترامنا للبرلمان ومستشاري لكن اليوم قانون تريد تخليه في مجال النفط لازم مزارة النفط تعد المسودة والمشروع قانون تخليه في مجال التجارة لازم مزارة التجارة فمدونة الأحكام الشرعية من تطلبها الآن مقدما أنا مقترح القانون مقترح القانون اكتفيت بتحديد مسارات اللي تخصني أما صناعة مادة قانونية متفقة من جهة مع الأحكام الشرعية ومن ناحية مضمونها ومن ناحية صياغتها متفقة مع الأحكام القانونية والصياغات القانونية هذه عملية ليست سهلة فخلينا إطار ومسار لعملية صناعة المدونة يعود أؤكد على هذه النقطة يعود بالنهاية إلى مجلس النواب العراقي للموافقات هم رح يستم تصويت على مدونة الأحكام الشرعية من مجلس النواب بعد وضعها بعد وضعها ستعود إلى مجلس النواب العراقي للموافقة عليها وسيصوت مجلس النواب العراقي هذه نقطة مهمة جدا نقطة مهمة ولهذا ليطمئن الأخوة النواب والأخوة القانونيين بأن السياق القانوني لوضع المدونة لا يخالف الدستور ويحفظ حق مجلس النواب في إقرار التشريع نعم الآن ننتقل إلى المواضيع الموضوعية والقانونية فيما يخص هذا التعديل كيف يتعامل هذا التعديل مع حقوق المرأة وسائر حقوقها من ناحية النفقة من ناحية الحضانة والأخرى والحقوق الأخرى الحقيقة كتفاصيل لا أستطيع أن أخوض في هذا الأمر لأن جزء كبير منه موكول للمدونة التي ستنظم هذه المسائل لكن بحسب معرفتنا وأعتقد هذه معلومة عامة لدى الجميع أن أحكام الفقه الإسلامي لا تنتقص من حقوق المرأة يعني مثلا على صعيد المذهب الجعفري معروف بأنه من أكثر المذاهب إنصافا للمرأة نعم الآن يجري كلام عن بعض الجزئيات نفقة الطلاق التعس في موضوع الإرث في جزئية معينة لكن أيضا يتم التركيز على جزئيات ويتم إغفال جزئيات أخرى المرأة لها فيها حق أكبر بموجب الشريعة الإسلامية تشترض في عقد الزواج شروط كثيرة حسنا ربما ثقافة مجتمعنا لم يلتفتل هذه القضية لكن أعتقد حتى بالقانون الحالي موجود أعتقد أنه وضع المدونة وما سيدون فيها من أحكام ستشير بشكل صريح سيكون جزء منه موجه إلى تثقيف المرأة على حقوق لها موجودة لكنها لا تطالب بها يعني على سبيل المثال حقوق المالية مثل ما قلت لحضرتك كثير من الالتزامات اليوم المرأة تأديها بإمكانها أن تتقاضى عنها أموال طيب قد واحد يقولي مثل النفقة النفقة موضوع النفقة هذه جدا مهمة النفقة للمرأة بموجب الشريعة الإسلامية متى تستحق الزوجة للنفقة وفق هذا التعديل الجديد واجب على الرجل الإنفاق على زوجته متى أستاذ العزيز ما دامت على ذمته يعني من هنا العقد الصحيح طبعا بل أكثر من ذلك الآن أنت تذهب للمحكمة أنت تعرف مسألة الزواج خارج المحكمة الآن معظم عقودنا معظم عقودنا تتم قبل التوجه إلى المحكمة على يد رجل دين مع الخطبة يصير عقد من تجي للشريعة الإسلامية ترتب الآثار والحقوق من هذا التاريخ من تجي إلى المحاكم وإلى القانون يرتب لك الحقوق من تاريخ العقد في المحكمة ولهذا وحدة من مضامين التعديل التي حقيقة ما فهمت بشكل صحيح وهي مسألة تصديق العقود التي تتم خارج المحكمة على يد من لديه تخويل قانوني من مجلس القضاء الأعلى أردنا بهذا الأمر الحفاظ على حقوق المرأة في الفترة بين العقد الشرعي وعقد المحكمة لأن عقد المحكمة سيصادق على العقد الشرعي وبالتالي في هذه الفترة إذا توفي الزوج أو طلقت المرأة أو احتاجت نفقه لعلاج أو غيره واجب على الرجل في حين بموجب القانون القانون لا يضطيك حقوق إلا من تاريخ العقد في المحكمة فلاحظ الشرع يعني عنده أسبقية في هذه القضية موضوع الإنفاق على الزوجة ما دامت الزوجة بذمة الزوج واجب النفق على الزوج من حين العقد الصحيح من حين العقد طبعا واجب النفق على الزوج الآن يشكلون ويجادلون في قضية النشوز وهي مسألة أن تمتنع المرأة عن منح الرجل حق الاستمتاع معها كما تعلم الزوجية فيها حقوق متبادلة وعندما تصل المرأة إلى مرحلة النشوز أي المخالفة وهذه ما تصل إليها إلا إذا لم تكن لديها أسباب هذا ما تجا يوضحه للناس المرأة عندما تكون عندها أسباب مثلا تمتنى عن الفراش مع زوجها أسباب مرض أسباب أخرى معقولة ومشروعة هذه ما تعتبر ناشز والنشوز لا يحكم به جزافا المحكمة لازم تقرره الآن اللي قاعد يصوروا بالإعلام إنه اليوم المرأة ما لها خلوك ما يعني اتقبلت أن تقارب زوجها في الفراش من حق زوجها رأسة يقطع النفق عنه مو الكلام بهذه بهالسطحية هذه وبهالسذاجة نعم هل تعتقد من وجهة نظاك الشخصية أن المشرع حين وضع العقوبة لمن يعقد خارج المحكمة نعم كان غير مجديا أو غير منفعا نعم عمليا الآن العقوبة على الزواج خارج المحكمة لم تؤدي أي نتيجة معظم الزواج الذي يقع الآن هو يقع خارج المحكمة كل ما في الأمر بعد شهر شهرين عشر تشهر يجوز بعد الدخول كثير من عدهم تشوف الزوجة الزوج والزوجة قبل لا تظهر آثار الحمل على زوجته وبعضهم يجيب طفل أصلا يجيب للمحكمة شي سوى القاضي القاضي يضطر إما يحكمه مع وقف التنفيذ أو يفرض علي غرامة عقوبة غرامة وبالتالي ما جاء يتأدي نتيجتها نحن قصدك نشدد الأحكام بخصوص هذا الموضوع تجديد الأحكام ليس فيه جدوى باعتبار باعتبار نعم أنه المشرع عندما وضع العقوبة نقدر نقول عليه أنه يحافظ على الأسرة على حقوق المرأة بالضبط ويريد ننظم المسألة ما يخليها فوضوية نعم زين الآن إحنا طرحنا بديل للتنظيم قلنا بأن هذا العقد الذي يتم خارج المحكمة خلي نسمح به فقط لمن لديه تخويل من مجلس القضاء الأعلى نعم والتصديق لا يكون إلا بعد التأكد من توافر شروط وأركان العقد فإحنا ليش نساوي بين بالعقوبة بين شخص خالف وضرب أحكام القانون ومارس حقه بطريقة فوضوية وأخلى بحقوق المرأة وأهدرها نساوي بين هذا اللي قد يستحق العقوبة وبين شخص آخر ما عنده هذه النية هو ساكن في قرية ساكن في منطقة ساكن في قضاء ظروفه ما سمحت لأنه يروح مباشرة يعقد بالمحكمة قبل ليسوه أي شيء وهذه عاداتنا وتقاليدنا نسمح له إذا إجه على يد وسوى عقد على يد من لديه تخويل وهذا العنده تخويل يمارس مهامة ويكون مكلف بخدمة عامة ويخضع لسلطة مجلس القضاء الأعلى التوجيهية والتنظيمية ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس القضاء الأعلى أنا تحدثت مع بعض القضاءات نعم قلت له هي مسألة عقود الزواج هي من صميم عمل القضاء أو لا قال لا مو من صميم عمل القضاء لأن تعرف حضرتك القضاء هو الفصل في المنازعات فمسألة تصديق عقود العقود مو شغل القضاء الآن تصديق عقود السيارات والمكائن وكل العقود مو جايد تجري في دوائر أخرى مثل الكاتب العدل وغير بعض الدول في وزارة الداخل يصير عقود الزواج فقلت له أنتو كقضاءة يعني من صميم عملكم قال لا بس إحنا حفاظا على التنظيم قلت له زين شنو رأيك لو مجلس القضاء الأعلى استحدث دائرة اسمها دائرة تصديق العقود خارج المحكمة وأعطى هذا التخويل لرجال دين موثوقين ولديهم تسكيات من مرجعيات دينية وأخضعهم لشروط وضوابط وقضينا على هذه الدكاكين المفتوحة واللي موجودة الآن كل واحد يزوجه ويطلق بكيفه منه الأفضل وصير في كل محكمة أو في كل رئاسة استئناف شعبة أو قسم لتصديق العقود قال بالعكس هذا يخفف عنك عقود الزواج أنا كقاضي شلي علاقة بعقود الزواج يجي يمي ابني عقدته يم رجل دين ما عقدته المهرج قيد كذا مبروك وقع القاضي ومشه استاذ العزيز المستند أو هذا عقد الزواج اللي يوقع عليه أو يصدقه أو اللي يجري أمام المحكمة أمام المحكمة هو مستند رسبي وحتى بنفس الوقت بنفس الوقت يحافظ على حقوق الزوجية يحافظ على حقوق المرأة ما عندي خلاف فيها هنا الآن المدى أتعدى على اقتصاصات مجلس القضاء أو على اقتصاصات محكمة الأحوال الشخصية أبدا أبدا مثل ما قلت لك عملية التصديق على العقود بمفهومها القانوني لا تعتبر من عمل القضاء ممكن تسأديها أي دائرة ثانية بس أنت قل لي قل لي أنا هدفي أن تجري بشكل رسمي أمام دائرة رسمية من أجل أن أحفظ حقوق الزوج والزوجة إذا توفر بديل آخر للناس والناس الآن في الواقع نحن نحك بالواقع دكتور الواقع الناس تتزوج خارج المحاكم أتركهم بهذه الحالة ولي الزوج يجي أفرض علي غرامة وأحيانا ما يقول لي القاضي ما ينتبه وممكن الحالة يدر بي هذه واقعة خارج المحكمة إلا أصير مشكلة تمام لا هي من بينها من تصديق الزواج من بينها من دعوة تصديق الزواج من يقدمها تدري شوكتي يقول أريد تصديق زواج بس إذا عدى طفل بس إذا ما عدهم طفل وما واضح آثار الحمل يجي ما يقول أنا من الزوج هو ارتكب المجازفة وارتكب المخالفة بس ما يصرح بها للقاضي والقاضي هم يروح يحقق يعني بكل قضية يقول لك قدامهم الزوجين ما عدهم طفل ما عم بيين عليهم آثار حمل يصدق بس من تجلي الواقع تلقاهم الزوجين ومعرضين فدأ شهر قبل هذا أنا أقول وطبعا هذا مو من جوهريات التعديل يعني إذا ما وافق مجلس القضاء الأعلى على هذه الصيغة احنا مو متمسكين بها للأخير لماذا؟ تخص مجلس القضاء الأعلى لكن إحنا لمسنا رد إيجابي من بعض القضاءات قالوا إذا بهذه الطريقة التنظيمية بحيث تبقى خاضة على سلطة مجلس القضاء الأعلى ولتوجيهة ولتنظيمة خواه ماكو مشكلة بالموضوع بالعكس إحنا واجهنا اعتراض من بعض رجال الدين قالوا أنتوا راح تمنعون الآخرين معنا تخلوهم بس المخولين في حين أكو ناس تريد تمارسها بشكل عام يعني فهو وين الأفضل؟ أفضل للمجتمع لهذا حفاظا على حقوق المرأة الآن كثير من النساء تعقد عقد شرعي وتبقى فترة وخلال هذه الفترة توفى زوجها راحت للمحكمة مع ترفولها لأن ذول ميريد يطوها ميراث إلها حق بالميراث إلها حق بنصف المهر مثلا قبل الدخول نعم فلو كان لديها ورقة رسمية مختومة من قبل من لديه تخويل من مجلس القضاء الأعلى ومسجلة بسجلاته وهو تابع وراح يكون خاضع للتوجيه كان تاخذ حقه مباشرة كيف عالج التعديل موضوع الحضانة؟ الحقيقة مقترح التعديل في صيغته الأولى اللي الآن انقرت قراءة أولى ما تعرض إلى موضوع الحضانة لأنه هو اقتصر فقط على مسار وضع المدونة وحق الاختيار أقره وموضوع تصديق الزواج خارج المحكمة لكن احنا حقيقة عدنا من أهم المشاكل في قانون الأحوال الشخصية الحالي 188 وبسبب التعديلات القسرية اللي حصلت عليه هو موضوع أحكام الحضانة أحكام الحضانة الحالية حتى المعارضين للتعديل يقرون ويعترفون بأن أحكام الحضانة غير منصفة وفيها حيف وظلم كبير لجانب الرجل فيما يتعلق بقانون 188 مادة 57 نعم مادة 57 فيها حيف طبعا فيها حيف وظلم ظلم للرجل ظلم للرجل بشكل أساس نعم لماذا؟ لأنه الرجل المطلق يفقد الطفل من مهما يكون عمره يوم 10 أيام شهر سنة إلى عمره 15 سنة بعد ذلك يخير بأنه أنت تقبل بأن تختار والدتك المطلقة أو والدك وحتى لو تزوجت زوجته أكثر الحالات تزوج من رجل غريب عن زوجها الأصلي الأول أو المطلق تبقى محتفظة بالحضانة وطيلت تلك الفترة الرجل يدفع نفقه للزوجة ويدفع نفقه للأطفال وكثير من عندهم نقابلهم منتسبين وموظفين يعانون ماديا حقيقة لأن بعضهم راح يزوج بعد الطلاق راح يزوج صارت عنده عائلة وهو الآن أحكام المشاهدة جدا قاسية وظالمة لأن أحكام المشاهدة لا تضطر الرجل إلا ساعتين كل أسبوعين يشوف أبنه وين يشوفه في مكان آخر حتى ما إلى حق يستحب المبيت طلعه إلى آخره هذه أحكام غير إنسانية نأخذ موضوع الحضانة الذي ذكرته حضرتك وفسرته وحده وحده نعم ذكرت أنه هو قاسم من جانب الرجل نعم ليس بصالح الرجل فيه ظلم للرجل فيه ظلم للرجل بما معناه أنه مادة 57 الحضانة فقط للزوجة أو للأم بمعنى أدق تحتاج تعديل نعم تحتاج تعديل تطلع لحضرتك مادة 57 دي يقول الأم أحق للحضانة ولكن لمصلحة المحضون عندنا هواي قرارات موجودة أن حكمة الحضانة لصالح الأب يعني بالدرجة الأساس عندنا مصلحة المحضون المشرع عندما قال إنه الحضانة أحق للأم خلاها في سنتين من عمره هذا حسب الشريعة الإسلامية شوف الشريعة الإسلامية أستاذنا العزيز نعم نعم أحكام الشريعة الإسلامية الآن أنت ممكن تسألنا عن مسألة العمر عمر الزواج وعمر الحضانة أحكام الشريعة الإسلامية الآن تقريبا الغالبية والمشهور مثلا بالفقه الجعفري وصلها إلى سبع سنوات بالنسبة للحضانة لكن أنت تقول على مادة 57 ومصلحة المحضون معا تقريبا القضاء يعني مستقر على اعتبار أن مصلحة المحضون مع الأم الأستاذ من يقدر نزلم هذا الشيء من يقدر نزلم هذا الواقع لا لا هذا الواقع لا 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 أستاذ هذا الواقع نحن هسا نشوف في محاكم الأحوال الشخصية يعني المحكمة أكثر من إجراء السويق يعني تبحث باحثة اجتماعية تبحث يسوون كشف إلى مكان الطفل هل فعلا أنه من مصلحة المحضون أنه تبقى مع الأم الحضانة تبقى مع الأم أم مع الأب من يقدر نزلم نحن عندنا هواي ظروف وهواي أمور تحكم دعاوي الحضانة الآن الأصل الأصل يعتبر القضاء أن مصلحة المحضون مع الأم وليست مع الأب لا من يقدر نزلم بهذا الشيء بس اسمح لي ابتداء نعم إلا إذا أثبت الأب العكس لازم يثبت أنه بقاء مع أم يحكم حسب القانون الموجود أمامه هو هذا القانون سبعة وخمسين دي يقول أنه الأم أحق بالحضانة ولكن معه مصلحة المحضون الأم لها مدة الحضانة وجوبية معها لكن بعد هذه المدة بعد العشر سنوات مثلا نعم القضاء يمدد الحضانة ليش طبعا إحنا تقول لتوجهكم شنو أنتوا بالتعديل شنو تريد السم نعم أنا حتشيت عن المشكلة أنه المادة سبعة وخمسين بيها مشكلة بيها معانات بيها جزئتين هي هي جزئية الحضانة و جزئية المشاهدة حقيقة جزئية المشاهدة طبعا بعض القرارات لها تصدر مشاهدة واستحاب الكل متفق الكل متفق على أن أحكام المشاهدة فيها ظلم فيه ثلاثين ثانية فقط نعم هل التعديل قانون الأحوال الشخصية أضاحة نعم للمرأة أو لسن التاسعة من العمر بالزواج مقترح التعديل لم يتعرض مطلقا إلى مسألة عمر الزواج في صيغته الأولى سمعنا كلام عن أنه راح الزوجون النساء والفتيات بعمر تسع سنوات أو غيرها رفضنا هذا الشيء إعلاميا وبتصريحات يبدو أنه في جهات مصرع على هذا الأمر يعني ماكو شيء لا يوجد تسع سنوات يدل على أنه زواج القاصرة تسع سنوات الآن توجهنا شنو أكثر من ذلك سنضع ناص يحدد العمر وبعيدا عن التسع سنوات وإنما قريب من القانون الحال سيادة النائب كنت ضيفا عزيزا علينا شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هنا نأتي لنهاية البرنامج شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا على المتابعة